المعجزة الجبارة اللي هتقضي على سواد السنين كله اللي في جسمك اي سواد لو بقاله كم سنة في جسمك مش عارفة تطلعي انا هقضيلك عليه وهخلي البشرة تلك اذا كان في رقابتك اذا كان في القوع اذا كان في الرجبة في الاماكن الغمقى اللي في الجسم هقولك على مؤشر ومسك هيقضي نهائي على السواد اول حاجة تجبيلي المؤشر تعمليلي مؤشر بتجيبي معلقة من الرز الابيض المطحون بودر معلقة من الرز الابيض المطحون بتضيفي عليه معلقة من الحليب البودر ومعلقة من مية الورد قال لي بيهم كويس جدا على بعض والمكان الغامق وقشري لمدة خمس دقايق متواصلين بعد كده اشتفيه بالمية العادي تعليلي بقى علشان اقولك على الكريم خلاص قشرنا وعملنا وشطفنا المؤشر هقولك بقى على المسك المعجزة اللي هيخلي البيض مش عايزة اقولك هيخليك يشطف هيشيله في اسرع وقت ده معجزة بتجبيلي معلقة من الخميرة الخميرة اللي بنعمل بيها الخبز ومعلقة من النشا ومعلقة من مية الورد واهم حاجة بقى عشبة المورنجة عشبة المورنجة رهيبة للبشرة بتفتح البشرة في اسرع وقت وبضيف عليها نص لامونة بحط الميكاونات دي كلها على بعض وبقلبها والمكان الغامق بحط المسك بتاعي لمدة نص ساعة متواصلة لحد لما تنشف خالص دي اهم حاجة بعد ما تنشف بنشيل المسك بفرق فروكي كده بعد ما تفرقي اشتوفي المسك عادي بالمية البردة بتستخدمي المسك ده مرتين في الاسبوع استمرت عليها ضئضه على سواد السنين كله لجسمك ركبة كوع قبط اي مكان يخطر على بالك غامق مش عجبك مدايق مسمر حطي المسك والمؤشر ده لو فيه كمان هقولكم حاجة الناس اللي هتقول لي عشبة المورنجة احنا مش هنلاقيها عندنا ومش موجودة عندنا ومش بتتبعها عندنا مش فارق اعملوا بقية الخلطة باق تمام بدون عشبة المورنجة استمروا عليه هتلاقيوا نتيجة تلجية هتبقوا قشطة جربوه وهتدوني شكرا